بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرسم دالة على فترة معينة أو بقيود معينة نتبعها الآتي مثلا لو بدي أرسم الدالة أكتب ساينوف اكس في شريط الإدخال في الانبوت بار وبعدين أضغط انتر أترسم الدالة ألاحظ ان الاعداد التي مندي على المحور السيني 1 2 3 أناty pipa كيف غير التع وبحرك المحور الثق tried to crystallize أغلاحي الأعداد عن المحور الفترة بعدين أختر أحدد معينة اختراف الـ x-axis وبعدين أحط هذا المحور مпاتط الممق ladies X-axis يعني المحور السيني أضغط السهم وعندي هنا خيارات Pi و Pi over 2 أختار مثلاً Pi أو Pi over 2 Close أقفل أتغيرت عندي الأعداد اللي على المحور السيني لو أنا أبغى جزء معين يظهر من هذه الرسمة وما أبغى الجزء كامل ما أبغى هذه الرسمة كاملة تظهر مثلاً أبغى الجزء يظهر من عند سالب Pi على 2 إلى موجة Pi على 2 أبغى أخفي بقية الرسمة أروح للنافذة الجبرية وأخفي الرسمة أسوي click على الرسمة أطلع لشريطة الإدخال أكتب function if you in وبعدين أختار هنا عندي 3 حدود هنا في الحد الأول رح أكتب الدالة في الحد اللي في النص رح أكتب القيمة التي يبدأ منها الإكس في الحد التالت رح أكتب القيمة التي ينتهي عندها الإكس الدالة اللي عندي sign of x sign of x أقفل القوس أروح بعد الفاصلة أحذف الكلام وأكتب أن أبغاها تبدأ من عند سالب Pi على 2 أختار Pi من هنا أضغط هنا وأختار Pi على 2 أروح للحد الثالث أروح للحد الثالث وأحذفه وأكتب أن أبغاها تنتهي عند Pi على 2 أكتب Pi أو أختار Pi كما فعلنا سابقا على 2 وأرسلها الرسمة ظهرت عندي الرسمة بس من عند سالب Pi على 2 إلى موجب Pi على 2 لو بدي أغير الدال لهذه مثلا رح أخفي الدالة G من النافذة الجبرية ورح أحدد الدالة F of x من النافذة الجبرية وأضغط click يمين عليها مرتين click باليسار عليها مرتين وأغير الدالة من sign لكن أخليها تان بعدين enter ظهرت عندي دالة التان نلاحظ أن هناك فروع عديدة ظهرت عندي لو أنا أبغى فرع واحد فقط من عند سالب Pi على 2 إلى موجب Pi على 2 أبغى أخفي بقية الفروع أروح للناثذة الجبرية وأخفي الدالة F of x وأروح للدالة G of x أحددها click مرتين عليها بعدين رح أغير أنا رحي كنت في النافذة الجبرية click مرتين عليها وأغير الساين أخليها أخلي الدالتان وبعدين أضغط ظهر عندي فرع واحد فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته